حضر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للاكتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 وخلال كلمته أشار مدبولي إلى أن انعقاد الاجتماعات السنوية هذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية لا سيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على كافة الدول ومن بينها الدول العربية كما دعم مدبولي لتقديم الدعم المستحق للدول النامية وإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية ومما لا شك فيه أن انعقاد الاجتماعات السنوية هذا العام يأتي على خلفية التطورات الإقليمية والدولية لا سيما الحرب في قطاع غزة وانعكاساتها الاقتصادية على كافة الدول ومن بينها الدول العربية وفي هذا الإطار تبرز أهمية دور الهيئات المالية العربية في دعم الدول العربية على تجاوز التحديات الراهبة والعمل على استئناف خططها التنموية بما يرقى لتطلعات شعوبها ومن هنا فإنني أشيد بدعم الهيئات المالية العربية لجمهورية مصر العربية على مدى السنوات الماضية وهو ما ساهم ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية وبالرغم من كل ما قدمته الهيئات المالية العربية من دعم ومساندة لجهود التنمية في البلدان العربية فإنها مطالبة بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة التي تتعازم فيها التحديات الإقليمية والدولية والتي تحتاج فيها الاقتصاديات العربية إلى مزيد من الدعم المالي والفني لمواجهة التحديات الراهنة لا سيما عبر دعم قدراتها على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البينية